اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال الله تعالى في آية الرؤى يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُتَقُوا اللَّهَ وَقُلُّوا قَوْلًا سَجِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُجُوبَكُمْ وَلَيْهُ وَإِلَّا وَرَصُولَهُ فَقَلْفَازَ حُوزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَدِيفِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ وَشَرَءُوا قُلُّوا مُحِدَثَتُهُ وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِالْحَيْضًا وَكُلَّ عَدْعِهِ قَالَلَهُ وَكُلَّ عَلَالَهُ وَكُلَّ عَلَاكُمْ مِنْا عَمَّا بَعْدُونَ فَيَا عِبَادَ اللَّهُ أُوْصِيكم وَنَفْسِي بِالكَ اللَّهُ فَقَلْفَازَلْنُ دَعُونِ حدرين سيدان جمع الرحيمان ورحمة الله الحمد لله تحديثنا بسيطاننا أتتكلم قام بالشكر لأن الله سُبَانَهُ وَا تَعَالَ لأنه يسألون قبل نكمل وإن يعني أخذك والحياطة وعلى بعض منافع ومعنى سرطان الالل وَإِنَّ عُدُّوا نِعَنَ اللَّهِ لَا تُحْسُّوْحَا إذا كنت تستطيع الناس في النتوى لا تستطيع الشخص أنت تستطيع الناس لا تستطيع الناس ايضا ايوانوانون فينه بلقطة من حاجة إلى المددار من قبل هذه المددار — المدرسون الله سبحانه وتعالى هذا يُعطى هدا يوم كمال لأنه لم يتمكن الله على شيء المترجم للقناة 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 يَلَيَا صَلَّفِهِ مَا لَمُ يُحْدِلُوْهُ اَوْ يَوْمُ أَوْ يَوْنَا عُّفِيَ اللَّهُ وَلَهُ مَرْحَمْهُ وَلَهُ مَرْحَمْهُ الَّيْسَلُوْا عَبُّهُ أَوَمْ مَنَاكَيَا قَتَدَيْهُ يَمَنْ يَسَلَوْمَ مَرْحَمَةً مَرْحَمَةً بِالسَلَوْا من أخوانك حيث أنه يكون مددى من الصلاة التي تستخدمها لأنها تتعلق فعلها وإنه لم يتقضي أو لم يتقضي من الصلاة يعني أنه لم يتقضي من الصلاة وذلك أدراء الله سبحانه وتعالى دعاء الله ألوه الله ألوه ينبقى رحمة لهم أعاق السلام على صلوبة الله سبحانه وتعالى التحدث في السئة المتحدث في الوقت الامر الشخص يتعالى نهاية المائكة يدخل الناس المساعدة الماء زوجها الله سبحانه وتعالى نهاية الحمدان في انتصال سيارة المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المسجد بانتقل المسجد المسجد هو المسجد كل شخص يتقوى وَقَدُوا قَمِنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فِي مَنْكَانَ الْمَسَجِدُ بُيُوتَهُ الرَّوحَى وَالْرَحْمَةُ وَالْجَوَازَ عَلَى السِّرَاطُ المسجد هو المسجد كل شخص يتقوى الله عز وَجَلَّا telah menjamin akan memberikan kaumian, rahmat, serta kemudahan menitik titian di akhirat bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya حَدِثْ رِوَاتِ وَقَوْرَانِي لَتَسْرَ Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bagi siapa saja yang dia beriman kepada Allah beriman kepada Rasulnya beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini Insyaallah setiap langkah kami yang kita lakakkan ke masjid dimanapun masjidnya kita akan mendapatkan ujung keutamaan ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedang biasa istiqomah dalam menerima sholat di masjid ataupun sholat berjamaah sholat di masjid, sehingga kita mendapatkan berbagai macam keutamaan yang dijanjikan Allah di dunia maupun di akhirat لَوَرَفَ اللَّهُ لِي وَلَهُمْ فِي الْقُرْآنِ وَعَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُحْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَا تَبِعُوا بِسَادِكِ لَا يَوْمِ الدِّينِ يَوْلَاكُنْ يَوْلَاكُنْ يَا أَلّهِ الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر